من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرقاش أن الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليج التقليدي وأشار جرقاش أن الخطاب يفتقد للصراحة مع ماضيه وممارساته ويريد أن يفرض تسويته بشروطه معتبرا أن الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بالضرر على الجار وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى ووصفه بالطريق المظلم الذي لا يؤدي إلى نتيجة وقال الوزير الإماراتي أن مكافحة الإرهاب والسيادة أصبحت بقدرة قادر من أولوية قطر وأردف قائلا أن السجل المماثل أو الماثل أمام الجميع بكل مأساوية يجعل تصديق الطرح الإعلامي القطري الجديد أمرا مستحيلة وأوضح جرقاش أن مظلومية التصريحات القطرية مذهلة وتحمل المسؤولية عن السلوك غائب تماما وكأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد اتخذت من إجراءاتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر اشتركوا في القناة